وقفها الرافض لتدخل الاجنبي في سوريا داعية الى حل داخلي للازمة فيها واعرب وزير الخارجية الايرانية علي اكبر صالح عن رفض بلاده تدخل الاطراف الخارجية في سوريا وارسال المرتزقة الى داخل البلاد ولفت صالح الى ان ارسال الاسلحة الى المجموعات الارهابية مؤشر على تدخل واضح في الشؤون الداخلية لسوريا وقال ان طهران تؤمن بان على المعارضة الجلوس الى طاولة المفاوضات مع الحكومة في اقرب وقت ممكن لوضع حد لاراقة الدماء مضحا ان المعارضة الحقيقية ينبغي ان تساعد في انهاء العنف في البلاد وتسعى الى حل يضم كل السوريين